ازاكو شباب نكمل كلام برضو عن جزء بتاع الفنكشنز اخر فيديو كنت كلمنا فيه عن الhyperpolic functions اللي هي الدول الزاديه كلمنا عنها وشوفنا عن ايه الدول الزاديه وشوفنا رسومات التلات دول فيهم اللي هي الشيانة والكوشيانة التنش ماشي وعرفنا تعريف الدول الزاديه بالexponential functions بالدول القصيه ماشي نشوفنا اشياء الحاجات عن الدول الزاديه كعلى الحاده هنجي بقى نشوف الدول العكسات التعاته اللي هي ال inverse hyperpolic functions الدول الزاديه العكسات تعال كده نجيب واحدة واحدة فيهم في التلات دول اللي احنا نرسمناهم دول هنجيبلهم ايه الدول العكسات التعاته اول رسمه تعاله لل shine jem رسمه اصلا عندي ال chain عندي لما رسمنا shine فالرسمه przeشاين بتاعتي عملا كده ايته رسمه enfim تعال عشان نجيب الدلة العكسات تحتها احنا قلنا اي دل اسمهم اي دل عشان نجيب تعيتيه كل بعمله ان انا بعمل характер حوالين خط اللي هو y equal x يعني انا هعمل انا اي كاس هاولين الخط دا كده تمام شان نعمل اي كاس حولين الخط دا كده هلا ان المنحنة بتاعها اصلا اول حاجة قبل ما اجيب قبل ما ارسم هل اتدلة ديت اصلا ال one to one function دلق واحدة افاين فان انا 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 اجيب لها ال inverse على طول قالك اه دي one to one function اذا كنا نرسم خط افق كده لو قطع المنحنة في نقطة واحدة تبقى one to one قطع المنحنة في اكتر نقطة واحدة تبقى ايه one to one function طيب على طول اعرف اجيب المنحنة ايه اتدلة عكسات بعيتها لما اجرسم المنحنة بتاعها هلاقيه بيطلع عامل ايه عامل بالمنزر دا كده ماشي المنحنة بتاعي عامل كده ماشي اللي هو بلايه اللي بالاحمر دا الاحمر دا هو الايه هو الشين اه يبانا الدلة بتاعتي ديت كده هي عبارة عن الشين انفرس اكس هلو او الشين انفرس كده لما اجيب بص عليها على الاحمر دا كده علي حدد نوعه هل هو قد معنى او 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 النور حلو او فتعلى بقاءت Lloyd إمكان بالن STOP Jonathan اللي انفررس غير الا ماشي هذي بقى جلج مwość خلُج مواجه افرد ن parent تانش انفرس كترسميت عاملة حاجة كده. كده عندي هنا خط كده عند الواحد. وكان عندي خط هنا كده عند السلب واحد. ادي واحد ادي السلب واحد. وكانت الرسم بتاعتي عاملة كده. تمام طيب حلوة. قال لك الشيء الانفرس. التانش انفرس معلش. هتقلبها. اتعمل اني كاسح وليه الخط اللي هو. وي ايقوال اكس. لما تجي تعمل الكلام ده. انا رسميها في رسم تاني. ان شكلها هنا في الرسم دي هتطلع مش مزبوط معي. ايه هتعمل هنا خط تقارب كده عند الواحد. وهنا خط كده عند السلب واحد. ماشي? هتلاقي ان الرسم بتاعتي تطلع عاملة ازاي? اه لا الرسم بتاعتي تطلع عاملة. اه دي بتفكرني برسمة ايه? دي بتفكرني برسمة التان اصلا. طيب حلو قابل. تعال كده ده ايه? ده كده انا هتكلم عن التانش انفرس. اللي هو بالاحمر ده كده ده تانش انفرس اكس. طيب. تعال كده اشوف ليه الفنكشن ديت. الا jam, لما ت�يت�� اتطلع معك انها ايه? fulfillment Greekèse دي. short, تعال贋بتLE لل stockptine بتاعك. الدمان اللي قالك هو عبارة عن الرنج بتاعت دي ده. الرنج بتاع التانش كان من سالب واحد واحد. يبقى الدمين بتاعه هذه إيه يطلع ايه؟ من سالب واحد مفتوحة لحد الواحد مفتوحة. طيب. تعال حدتلي الرنج رنج قالك هو الدمان بتاع الده الاصلية. الدمين بتاع ده الاصله كان ايه? كان R كلها. يبلقى樹 التEx around all-over partime. طيب حلوة deep تعال انشوف الرسم التالتة اللي عندي التالتة اللي عندي كانت اللي هي بتاعات الكوشين الكوشين كانت رسمته عاملة كته كانت رسمة الكوشين كتر هنا عند الواحد لما يقدم صحة الرسم التالتة هلاقي ان هو يظهر عندي مشكلة كانت تظهرت عندنا مشكلة اديت قبل كده في مشكلة ايه بالإيه الجزر. عندما جينا نجيب الجزر أصلا المشكلة الي ظهرت عندي. المشكلة الي ظهرت عندي هو أن تدخلت Note 1.1 function لما يرسل ايه خط افق كده هيطعف نوط 2 فانا محتاج ان اعمل محتاج ان انا قص الدومين بتاعي ماشي اخد جزء بس معين منه هجيب عليه يعني ايه قالك اتفق ان هم هياخدوا جزء المجب زي ما عملنا في ايه في الجزء بتاع الجزء يعني ايه يعني اهلغ الجزء ده كده خالص مشاخده معي وهاخد بس الجزء المجب ده كده وهحط لك على الدومين فبالتالي هتلاقي ان الرسمة بتاع دي طلع عملة كده من عند الواحد كده ايه تبقى عملة كده بس وتحط لي يعني انا تقول لي دي رسمة الكوشاين بس في حالة اني الاكس اكدر مية او بتسبب زي رو يعني انا هاخد بس الجزء Lobo لعند الواحد طب بعدين قالك عشان تجيك الكوشاين افرس اعمل لي لني كاس حوالين اللي خبط يده كده لما تجيك اعمعل لني كاس على país خبط كده هتلاقي انها تطلع عند uns pond Experience. عنة الواحد كده تطلع انها ايه عاملة كده بالملزر ده كده عند الواحد اه الاحمر ده هو الايه الكوشاين انفرس اكس. هلو او. يبقى انا الكوشين ايه اللي حصل عندي عملت عشان اصلا الكوشين كات ايه? كات نوت وان توان فانكشن ما كانتش دالة قوحة ايه. حلو او. طيب. بعد كده قال لك تعال حددلي بقى للخاص بتاعتها. هل هي اود ولا ايفن ولا جنرال? لما ديكو بص على ها كده هل هي اود ولا ايفن? فبالتالي تطلع ايه? جنرال فانكشن. حلو او. بعدين تانية حاجة. قال لك تعال هتلي الدومين بتاعي. اه بقى لما تيجي اقول لك اه? لما اجي اقول لك اه? لما اجي اقول لك i solve equation هيقول لي فالفتردي انا اديك مثلا إن shine X اطلع معه بيساوي الف و انا عاوزك بقية تجيب لي X تقول لي X تطلع معه بتساوي لما أجاب لك حكذا كي أسأل تقول لي X تطلع معه بتساوي shine inverse ألف ماشيي تجيب لي influx خلاص عكذا لما أقول لك tanx بتساوي ألف تيجي تقول لي X تطلع معه بتساوي X تطلع معه بتساوي tan inverse ألف هلوقع تعال بقت للمهم لما أقول لك equal ألف و اقول لك X هتقول لي X تساوي كوشاين انفرس ألفا بس تركز معي بحاجة موجب انا هنا بحل معادلة الكوشاين X قيمة X هتطلع لي كم قيمتين X ممكن يطلعوا ايه النتج هنا حلوه يبقى الكوشاين انفرس دي هتطلع لي نتج واحد بس بس ما تنساش ان انا عندي هنا نتج موجب و نتج سالب هيبتالي قولك X هتطلع بتساوي موجب او سالب موجب او سالب كوشاين انفرس ألفا لان الكوشاين انفرس دي هتطلع لي نتج واحد بس انا عندي قيمتين قيمة و موجب او قيمة و موجب او سالب تركز معي بس جدا في فرق بين نتجة و قيمت نتجة و بين حل المعددة لما تقول لي الدلة دي اطلعتها كم الدلة دي اطلع لي نتج واحد بس طب لو ما حل معادلة اه حل المعددة ممكن يطلع عند ايه اكتر من حل ما عنديش اي مشاكل ايه اتعنا نشوف انا مالي اتعنا يجيلك مسلا مسألة زي كده ويقول لي ويقول لي حل المعددة دي لما يجيلك حاجة اطلعه تحاول ان تتسكتين اول مسيل هي ان انت تحاول ان تتخلي الدول الكم الان تطلعت zitten في الدلة واحدة بس يكون الشرين كوشين ك Diam عشان تحلات التحوذ настرقتها وأطلاقها المعددة لأن الكوشيني طالعا نتجيه فالاسهل خليها ايه يا شايني تانش طيب حلو قبضي في مسألة ديت هلينفع اننا هعرف اخلي ديت كده تبقى تانش اه تبقى كوشين كلها صعب هلينفع خليها شاين كلها ما عرفش ده هلينفع خليها تانش او ممكن خليها تانش ازاي قالك مويت تقولي الكلام ده بيساوي ثلاثة شاين اكس ثلاثة شاين اكس بيساوي ودي دي الناحة التانية يبقى دي يا سهل الكوشين اكس ازاي اخلي الشاين ديت بقى تانش عشان خلي الشاين ديت بقى تانش هقسمعلكا يعني قسملي هنا على كوشين اكس كدر و قسملي هنا كمان على كوشين اكس قسم بالمسائلن يقول على كوشين اكس ه الآن وهنات الطلع لهنا تلاتة تندز اكس تانش اكس بيساوي سلب واحد صحب تانج اكسash هتساوي سالت وحد pry او انا عاوزي الاشل لوحد każ تقولي الاكس thor تانش اينوبرس سالب واحد حالثلاثة و ها بيساوي سالب واحد ثلاثة ثلاثة ياخذ مسئلة تحتاعة كده. تمام طيب يعني ان شوهها كمان يجي لحاجة زي كده يقوللي شاين تربية اكس مينوس طلاتة كوشاين اكس زائة زائة اكوال زير احاول ان انا اعمليه? احاول ان انا احل المسألة كلها احاول المسألة كلها ان اجبئة ya شاين يا كوشاين هل عارف بح positioning ممثل routedie كلها اجعلها شاين صعب هل ينفع و انجهتم بقشاين a me لا من الوضع فكلم Latate دي ايه تلا عرف اشغلاه بالقانون بتاعي اخير ازاي? قلك القانون بتاعك قالك تربيع لسببي laughitsál군. اذا لما احوب اشغل تربيع حط ما كان ايه? حط ما كانها تربيع اكس وهنا مائنس تلاتة تلاتة اكس وهنا زائد تلاتة ايقوال زير. لما تجدظت فشكل دا جديد تلعلك معاك تلاتة تيربيع اكس. مائنس تلاتة تيربيع اكس. زائد الاتنين بزاقي تعالى نحل يا إما الكوشان اكس تمام الهين عالكوشان اكس اثنين سلم اثنين وهنا سلم واحد يعني هل كوشان اكس اما تساوي اثنين يو اما كوشان اكس تحديث تنزي كم assessment, ايه ام عالكบحالة واحدة انها تعلمه هىそلم ؟ واحدة تمل . اذا challenging ام عالك بعد الحالة والاركاس بال workload e اقول key ос اتنين. بس ما تنسش نحط لي برة ايه? موجب او سالب. يبقى هما دولة دي حالين بتوعي. ان الاكس اما بتساوي زيرو. اما الاكس بتساوي موجب او سالب ايه? كوشان امبرس اتنين. تمام? طيب. تعال نشوف حاجة كمان. لما يجي لي حاجة بالمنظر ده. يقول لي. تمانية. شاين اكس. مائة اثاربعة اكوشان اكس. ايه كوال واحد. عاوزك تحلل لي المعدلة دي. اه. بتصرف احاول احاول ان انا اعمل ايه? اخلي المعدلة كلها. يا كوشان. يا كوشان. يا تاهمش. يا شاين. اي حاجة. معضلة كلها تبقى في دل واحدة. هل اعرف? قالك لا هنا مش تعرف. ليه? فاول مسألة كان عندي هنا الناتج ده بيساوي زيرو. فعرفت اودي دي النحط تاني. يا واقسم على كوشان. ضيعت الكوشان. وبقت كلها تانش. اللي فاتت كان ايه? كان فيه شاين تربيع. شلتها واحطيك مكانة كوشان تربيع مع نس واحد. دخلت معضلة كلها كوشان. هنا عار كل الشاين ديت كده تربيع لي تمانية. وتفكيلي الشاين ديت بالايه بقى اي اوس اكس. مينس اي اوس سالب اكس على اثنين. مينس اربعة. في هنا اي اوس اكس زائد اي اوس سالب اكس على اثنين. الكلام ده كل بيساوي واحد. اضرب بقى هنا كده. يطلع لي هنا اربعة اي اوس اكس. مينس اربعة اي اوس ماينس اكس. هنا مينس اثنين اي اوس اكس. مينس اثنين اي اوس ماينس اكس. بيساوي واحد. اضرب لي المعدلة كلها في اي اوس اكس. لنضيع القص اصل الى اضغط عرب pus 2 ثالث عرب pus 2 ثالث يطلع لي هنا 2 e 2x minus 6 ماشي معلش معلش ناسي لما اضرم هنا في e 2x يطلع لي 2 في e 2x الكل تربية الكلام ده بيسوي e 2x دخل ال e 2x يبقى 2 minus e 2x minus 6 بيسوي كامل كل الكلام ده بيسوي 0 لما اجي حل المعددية او هحلها بالقالة بقى وتصرف فيها يعني هيطلع ان ال e 2x سالب 3 على 2 او ان ال e 2x تعالنا نشوف الحل ده الحل ده e 2x equal 3 على 2 احنا قلنا اتداله ال 2x يبقى سالب 3 على 2 ده كده ايه مرفوض ال e 2x ال x بقى لوحدها بتساوي كامل عشان اجيب ال x بقى لوحدها يبقى هاخد لين الطرفين يبقى لايه في الاخر ان x تطلع ماها بتساوي كامل x تطلع ماها بتساوي لين اتنين يبقى كده المسألة بتاعتي ايه تمام؟ طيب تعالنا نشوف الحل ده كمان يقول لك simplify مثلا يديني حاجة بمازل ده كده يقول لي تانش بتاعة shine ويقول لي simplify عشان اعمل simplification على الحاجة زي كده في الدول المسلسية العكسية كده متصرف فيها زي قالك كنت بتروح تفرد العكسية اللي هي الجوه ده كده العكسية ده تفردها لي بواي مسلا وترسل مسلس وتحلم عليها تعالى نجرب الكلام ده هقول لك خد لي بقى shine الطرفين يبقى shine y هيساوي x ماشي shine y هيساوي x توعديني تعالى بقى رسم مسلس نرسم بقى لايه بتاع اللي انا عاوزه ادل y اهي ماشي وده ده المجاور اهو كده وال shine بيساوي x على واحد ماشي يبقى الضلع ده هيساوي ايه ده ده هيساوي واحد زايد x جزر ده تربيه زايد ده تربيه هو عاوز تانش الكلام ده اه خلاص يبقى تقول لي تانش وي هيساوي كم تانش وي هيساوي المقابل على المجاور اللي هو يطلع ما هي x على الجزر ده كده واحد زايد x تربيه يبقى خلص مسؤولة بتاعتي ايه على كده طيب انا بقى اخر حاجة هنتكلم فيها هما هي نوت صغيرة خلص كده ويبقى كده اخر حاجة احنا قلنا لما يقول لك سيش امبرس حاجة هل هي هي نفسها بتساوي واحد على كوشاين انفرس الحاجة ديت قالك القانون ده غلط ما ينفعش في الدائل المثلسية دائل العكسية دي ملا سواء مسلسية عكسية او زايدية عكسية القوانين العادية تعتني ما تنفعش ما ينفعش قلق امال ايه قالك السيش انفرس بتساوي مقلوب الحاجة ديت اللي هي تبقى واحد على الحاجة اللي هو ديت تمام طبعا عندي مسلا اه يبقى بكسش انفرس الحاجة هتساوي شاين انفرس واحد على الحاجة دي طيب هل التانش انفرس حاجة قدر اقول انها بتساوي شاين انفرس الحاجة دي على كوشاين انفرس الحاجة دي قال لك القنون ده غلط برضو ما ينفعش ليه لان احنا قلنا الدوال المثلسية العكسية الدوال زيادة العكسية ما ينفعش ان اطبع عليها القوانين اه العادية بتاعتي تمام اه كده يبقى الفيديو ده خلص ان شاء الله وكده الجزء بتاع الدوال زيادة العكسية خلص اه كالعادة الفيس بوك ورقم التساوي في دي سكيفشن حتى ما احنا قلنا حاجة قلنا في ايوات توفي ان شاء الله وربنا معكم